ترجمة نانسي قنقر تم إعادة هندسة وتطوير ما يتجاوز عن خمسين خدمة وهذه الخدمات تشمل المجتمع بأكملة مثل الخدمات المرتبطة بالإجازات المرضية التي نتطرق لها أو خدمة تمس شريحة معينة مثل تجديد الوصفات الطبية بشكل إلكتروني لدو الأمراض المزمنة أو تتعلق بتحفيز وتشجيع الاستثمار مثل تجديد القيد الصحي بشكل إلكتروني واللي كان يحتاج فترة زمنية طويلة وأيضا عدد كبير من المستندات اللي تم تقليص الفترة وتم تقليل المستندات وأيضا كتجربة صارت تجربة أفضل وتحويلها بشكل إلكتروني دون المساس بالرقابة والحوكمة وتوجيه الموارد للتفتيش وضمان سلامة الخدمات ترجمة نانسي قنقر